السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على فيوتشر انتقاد لقناة On Time Sport انتقد المستشار مرتضى منصور سلاسي ناديا زمالك الأسبق فاروق جعفر وحازم إمام وأيمان يونس محللي شبكة قنوات On Time Sport شبكة قنوات On Time Sport وهي الناقل الحصري للمباريات المصرية المحلية انتقد المستشار مرتضى منصور الاستوديو التحليلي الخاص بها الذي كان يتواجد فيه نجوم الزمالك السابقين المذكورين حيث شن هجوما على السلاسي قائلا أنهم هجموا المدير الفني لزمالك الكولومبيخ وانكارلوس أوسوريو في شوط المباراة الأول وبعد المباراة وبعد تحقيق زمالك للفوز على فيوتشر بسلاسية مقابل هدفين قالوا أن زمالك كسب المباراة بالحظ وأكد أنه في حال استمر الثلاسي فاروق جعفر وحزم إمام وأيمان يونس في تحليل المباريات سيكون بإعادة النظر في ملف البس التلفزيوني في الموسم القادم وأكد أن لاعبي نادي زمالك لعب رجال لأنه في المركز الثالث الآن عكس النادي الأهلي الذي كان في المركز الثالث في الموسم الماضي ولكن رئيسه لم يتم عزله ولم يتم حبسه وعاد وأكد من جديد أنه في حال احتل زمالك المركز الثالث في بطولة الدوري العام هذا الموسم سيتقدم بطلب الاتحاد الأفريقي لقرة القدم للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفراقيا أسوة بما حدث مع الأهلي الموسم الماضي حيث كان النادي الأهلي في المركز الثالث والشاركة في بطولة دوري أبطال إفراقيا وأبدأ سعادة بفوز الزمالك على فريق فيوتشر موجه للتهنئة لجمهور الزمالك لا طبعا الماتش كان أكثر من رائع واللعيبة رجالة في الملعب عارفوا يرجعوا للمباراة في أول ماتش الجنين ردوا عليهم بنفس الجنين وفي أول ماتش واللعيبة بتاعة نادي الزمالك لعيبة رجالة والزمالكوية المتزملكين اللي في الستوديو التحليلي أصلاً ما لهمش معنا وشوية أرجوزات قاعدين ليل نهار في الستوديو التحليلي بتاع أون تايم سبورت